اتكلمنا يعني قبل الفاصل دكتور رسلان على أنه هناك إرادة سياسية واضحة للمواطنة هناك تحركات على مستوى الحكومة على المستوى الإداري ولكن الأهم بقى هو الفيروس اللي بيصيب أقول وقلوب الناس وإزاي نغيره وإزاي نستقصل هذا الفيروس ونعالجه أنتوا في المرصد بيجي لكم أفكار وإنتوا بتوجهوا الأفكار المتطرفة إيه الأفكار المتطرفة اللي ما زالت بتشوفوها؟ فيما يخص موضوعنا المواطنة بالذات بيجي لنا أفكار ما زالت مستمرة ما زالت حية في بعض الأذهان اللي سيطر عليها التير المتطرف للأسف الشديد وأقنعهم بيها زي قضية الجزية مثلا لحد النهاردة في بعض التيرات المتطرفة بتقول لا ومدام حد غير مسلم في دولة ذات إغلبية مسلمة يبقى يدفع الجزية ويحرم من أي شئة يعني مثلا ما يشاركش ما يدخلش الجيش إنما يدفع جزية ما يدخلش الشرطة إنما يدفع جزية فذا طبعا فكر مغلوط وفهم منتكس لأي مقصد من مقاصد الشرطة الإسلامية ليه بعمل مشرح للإسلام جميل هما بيجتزئوا كالمعتاد بيجتزئوا الأدلة الشرعية ويلو أعناق الآيات والأحاديث والمواقف ويقدموها لأتبعه هما بيعتمدوا مثلا في موضوع الجزي على إيه على الآية الكريمة الوردة في سورة التوبة القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون الآية 29 في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون البداية هي جزية كلمة جزية يعني إيه كلمة جزية معناها جاية من كلمة الجزاء في اللغة العربية ربنا في القرآن بيقول جزاء وفاقة يعني جزاء يوافق العمل فكلمة جزية معناها أن هي جزاء يعني بديل عن شيء هنا يجي السؤال المهمة أوي هي الآية دي نزلت ليه الآية نزلت قبيلة موقع التبوك إعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لأنهما كانوا لأول مرة حيلاقوا الروم وده حضارة قوية جدا في ذلك الوقت إعدى حضارتين مساطراتين على العالم الروم والفرس فكان إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي معناها عشان يستعدوا وكمان ما حصلش أصلا حرب فده سبب نزول الآية ثم الجزية كنا بنقول من الجزاء والجزاء من جنس العمل زي ما بنقول في الحكمة طيب إيه الجزية مقابل إيه قدامنا حاجة من اتنين يا إما هي بديلة عن الدين يا إما هي بديلة عن شيء آخر هل الإسلام هل حد يقول أنه الإسلام بيقول الناس يتدفعوا يتسلموا ده كلام منتكس ده فهمه منتكس تماما ده حتى أنا لو مسلم أو أنتمي لأي دين ولقيت الدين ده بيقول لي يا تسلم أو جارك اللي هو مش مسلم ده يا يسلم يا يدفع ده أنا الحقيقة أستقل ديني جدا إيه الدين اللي بيفكر بهذه الطريقة الغصب ليه يعني طيب أمال هي بديلة عن إيه؟ هي بديلة عن الحماية وليس بديلة عن الدين بدليل إيه؟ خذي الأمثلة دي من عهد الخلافة الراشدة لما المسلمين دخلوا مناطق الشام في أيام الخليفة أبي بكر الصديق وثم في أيام الخليفة أمر بن الخطاب رضو الله على الجميع كان على رأس الجيوش هناك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعد ما ستبع لهم الأمر في الشام الروم استعدوا بجيش قوي جدا وحبوا يستردوا المناطق دي مع خروج بعض الجيوش الإسلامية من هناك وانصرفها إلى مناطق أخرى أصبحوا قلة فخشوا أن جيوش الروم هتقدر تسيطر عليه فبعتوا لأبو عبيدة الجراح لهم نعمل إيه؟ قال لهم أول حاجة انسحبوا من المناطق دي علشان الروم يدخلوها سلما لا عنوة لأنه لو دخلوها بالعنف حيبهدلوا أهلها وإحنا مش هايزين نكون سبب أن احنا نعمل حاجة في أهلها بس قبل ما تخرجوا تعملوا إيه؟ تلفوا على بيت بيت خدتوا منه جزية تدفعوها له تاني ترجعوها ليه؟ لأن احنا خدنا الجزية في مقابل أن احنا نحميهم نحميهم مش العكس طيب هنا بقى في الأوضاع الحديثة لا وجودة للجزية لا وجودة للجزية كلنا بنتفع درايب للحكومة وخلي بالحضرتك أنه دستور المدينة اللي تكلمنا عنه شوية ما كانش فيه جزية النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وستبى له الأمر وأصبح قائد الدولة الوليدة ولم يفرض جزية ولم يتحدث عنها على وجه الإطلاق شايف حضرتك اللي وعشان كده بقول لحضرتك أنه ده كان تدبير إداري الناس اللي بتحاول تخلق له دليل شرعي عشان تتكلم عن فرضيته أو وجوبه ده كلام غير صحيح وإلا لفعله النبي قلت جملة مهمة جدا في الجزء الأولاني من الحوار أنه في ناس تقولك أنه الماليزي المسلم أقرب لي من صديقي المسيحي الجاري وهذا غير حقيقي لأنه صديقي المسيحي جاري ده ده مواطن مصري ده هو ده خوية ده هو ده المصري اللي حينزل معي يحارب هو ده المصري اللي حينزل هو ده المصري إحنا الاثنين من دمه واحد شرعا وعرفا وعقلا هو ده الصح هو أقرب لي واستكمالا لفكرة الجزية لما بيقولوا أنه غير المسلم ما يدخلش الجيش مثلا أو شيء من هذا القبيل طبعا إحنا بقى عندنا عقد اجتماعي جديد متمثل في إيه في أن احنا نرجع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندنا دستور للدولة الوطنية الحديث جميع المواطنين فيه متساوون في الحقوق والواجبات وإحنا في مصر عندنا خصوصية تاريخية أن احنا يجلنا المسيحية نمصرها يجلنا الإسلام نمصره ونمرسه صح مقارنة بأي أمة أخرى على وجه الأرض واليهودي مقارنة بأي أمة أخرى على وجه الأرض إحنا لو سألت أي حد في الشارع قلت له من صاحب فكرة إزالة الستر الترابي بخراطيم المياه هاوليك المصري المسيحي باقي زاكي يوسف مش كده ولا أين والدولة كرمته قبلا وبعدا يعني حتى بعد وفاته قائد الجيش التاني الميداني في حرب أكتوبر اللي وقف هو ده عزيز غالي والقائمة طول ما نقدرش نحسن ننسى نسأل ده مسلم ولا مسيحي بجهود التوعية ما قدمناش غير حقدرتك الكلمتي عن الجانب الإداري اللي بتقوم بالدولة احنا كان عندنا الحقيقة قدر أقوله وبدون مبالغة سبة في القوانين المصرية عندما كنا مستمرين على ما يسمى بالخط الهمايوني الهمايوني اللي هو نسبة إلى الدولة الواثمانية حاجة سلطانية كان مخلي كل حاجة تتعلق بالكنائس وترميمها والكلام ده كله ما يخرجش إلا بالقرار بشق الأنفس ديها كانت سبة الحقيقة في القانون أو القوانين المعمول بها في مصر والحمد لله إنها اتغيرت وعلى فكرة والله إحنا ما بنعمل حاجة مخلفة للشرح النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو السادة المشاهدين إنهم يقروا معايا العهدة الطورية الناس كلها لم تعرف العهدة العمرية اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب لما راح القدس اللي كان اسمها إيلياء فكتب لهم عهد الأمان عهد عمر بن الخطاب بالأمان لأهل إيلياء القدس لأ في حاجة اسمها العهدة الطورية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى طور سيناء وبالمناسبة نسخة منها مازالت موجودة في المتحف اللي موجود في دير سانت كاترين في سيناء والنبي صلى الله عليه وسلم ما ختمهاش بختم المعتاد ده ختمها بكف الشريف كاملا كتب فيها إيه بقى وإحنا بنتكلم على المسيحيين سريعا بس عشان وقتين تفضل حاضر عن المسيحيين في مصر كتب لهم أمان وسمى على وجه التحديد السوريان والقبط ثم مد هذا العهد لكل النصارى على مستوى العالم وحدد وقال شرقا وغربا شمالا وجنوبا برا وبحرا وقال فيها بالنص يعانوا على إقامة صوامعهم وكنائسهم وصلواتهم وبيعهم وكتب فيها كمان أنه حتى لو احتاجت تصليح مرمة اللي هي الكلمة المشهورة جدا فيه على ألسنة المصريين الآن وبالنسبة لمصر وإحنا أهل الفقه وإحنا الرواد في هذا المجال واحد من أعظم الفقهاء في تاريخ المسلمين الإمام الليث بن سعد المصري ومعه قادر قضاء في مصر عبد الله بن لهيعة الاتنين أجازوا بناء المساجد عفوا بناء الكنائس وترميمها من أموال الدولة المسلمة هنا في مصر وفي غيرها إحنا كان عندنا واحد هو والي للخليفة في مصر ذات يوم وأمر بهدم الكنائس لما جه الوالي اللي بعده كان اسمه موسى بن عيسى كلم خليفة هرون الرشيد قال له أستأدنك تبني قال له ده هذا وجبك ده وجبك تبني وترمم للمسيحيين